بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم عزيزي طلبة وطلبات الصف الاول الاعدادي. معكم من قناة زاكر لحساب اوماس. اه نهاردة ان شاء الله هنكمل بقية الدرس الاولاني اللي هو درس الجبر. اه الدرس الاولي كنا نتكلم على اه الدرب المتكرر في الاعداد النسبية. تعالي بان نكمل الصفحة التانية من كتاب المعاصر بيقول هنا اوجد كلمة كل ما يأتي مع وضع الناتج في ابسط صورة. اه تمانية في نص قس ثلاثة. تمانية في معنى الشي ياسف. تمانية في نص الكل قس ثلاثة. طبعا التمانية هي هي في النص قس ثلاثة ديت. واحد قس ثلاثة بواحد. واتنين قس ثلاثة بتمانية. انا مش عايز حد يستخدم الحزبة. عايز عايز تستخدم على الحزبة ده حاجة ليك انت. بس انا بنحب شغيل على الحزبة. واسمع كلامي هترتاح. هترتاح قوي وهيبقى مخك كويس وهتبقى اه على ضرائب كل المسائل وهيبقى مخك شغال. اما تستخدم على الحزبة مالهاش لازمة. مالهاش لازمة. يبقى مالهاش لازمة انك تتفرج على دلوقتي. خلاص استخدم على الحزبة هو موضوع انتهى ما طالع عليك الناتج. بس انت ما تعرفش ان هو اصلا هجي لك مبينة بالخطوات. تمام? زي ما قلنا قبل كده. متأكده كده اصلا يعني عايد عليك بالنفع. تمانية في واحد اه في واحد اه تمانية في واحد على تمانية. طبعا هتختصر بقى. تمانية دي اصل على واحد. صح? الواحد ده مع الواحد دي يتفضل لوحد. بنقسم. والتمانية دي تروح مع التمانية دي يبقى كله تفضل لي كام واحد. لان بقى بقول تمانية على تمانية فاعل واحد. يبقى ده اقول مسألة. هنا بقول سالب تلاتة على الاربعة. الكل قص اتنين في تمانية على سبع وعشرين اه فكior القص. هنا سالب قص زوجة بتار. اقلوش اي لازمة. قص رقم زوجة. تلاتة قص اتنين يعني تلاتا في تلاتة بتسعة. اربعة قص اتنين يعني اربع فا اربعة بستاشر في تمانية على سبعة وعشرين. ابسط بقى. متقولل لما هي ده مصدل اعلى حسب بقى ده. رقم صغير مع رقم كبير. التسعة هنا مع السبعة وعشرين صح ولا لا? لان سبعة وعشرين على التسعة هالتلاتة. هعمل شرطة كده. واعمل شرطة كده. واكتب التلاتة جنب الرقم الكبير. اللي هو التسعة ولا سبع عشرين السبع عشرين. واكتب جنبها تلاتة. والستاشر مع التمانية يتفضل لي كام اتنين? الاتنين دي دي كتب جنب الرقم الكبير اللي هو ستاشر. يبقى تفضل لي فوق ايه? ما تفضل ليش حاجة. يعني واحد. واتنين في تلاتة. مش اتنين زق تلاتة على خمسة. الكل قس اتنين فيه. تلاتة على اتنين الكل قس تلاتة. افكي دي برضو قس زوجي بيطير. تلاتة قس اتنين بتسعة. وخمسة قس اتنين بكم بخمسة وعشرين. فيه. تلاتة قس تلاتة بسبعة وعشرين. واتنين قس تلاتة يعني اتنين في اتنين في اتنين بكم بتمانية? صح ولا? اه احنا لا انا قلت المسألة غلط. انا نقلت المسألة غلط. على الشيء اسف? هنا سالب تلاتة على خمسة لكل قس اتنين في سالب خمسة وعشرين على سبعة وعشرين. طبعا السالب قس زوج يطير تلاتة قس اتنين بالتسعة. والخمسة بخمسة بخمسة وعشرين في هنا سالب خمسة وعشرين زي ما هي? وسبعة وعشرين زي ما هي. طبعا الرقم ده اروح مع الرقم ده وتفضل لي سالب. ما تنساش السالب. تمام? والسبعة وعشرين مع التسعة يتفضل لي كام? تلاتة. تلاتة اتحط جب بالرقم الكبير. يبقى تفضلي يا ولاد اللي يتفضلي. واحد فوق ما تفضلش حاجة فوق واحد وجنبيه سالب والتلاتة تفضلي تحت. طبعا ولاد انت مرة في مرة وانت بتحل هتاخد الخبرة في الارقام. يعني سوى عشرين مع التسعة خلاص يبقى يديني تلاتة. يعني سوى عشرين مع التسعة فائد تلاتة. هتاخد الخبرة. اما في الاول هتحس البطء. ما تملش ولا تتدايق. اه هتحفظ شوات ارقام. بس بعد كده هتبقى كويس. هتبقى كويس. هتبقى كويس في الرياضة. اه تلاتة على تلاتة على خمسة. الكل قسة اتنين. هنا بقول لي على سالب تسعة على اه مية خمسة وعشرين. افيكي دي برضو تلاتة قسة اتنين بتسعة. وخمسة قسة اتنين. خمسة بخمسة بخمسة وعشرين. طبعا دي على. هتتشقل بتبقى فيه. سالب تسعة على مية خمسة وعشرين هتبقى مية خمسة وعشرين على سالب تسعة. دي تروح معدي وتفضل لي سالب. ما تنساش سالب واحد يعني. وقت اسل مية خمسة وعشرين على خمسة وعشرين فتفضل لي خمسة. فتضل لي كام خمسة. فتضل لي خمسة فوق. وفيه سالب يتحطي تحت. طبعا انا هتقول لي يا مصر تفضل لي سالب واحد. واحد تحت بلنش قليل قيمة. اهم حاجة للاشارة. تاخد الاشارة. يبقى مية خمسة وعشرين على خمسة وعشرين فالخمسة. لان الخمسة في خمسة وعشرين بمية خمسة وعشرين. تمام ولاد? يبقى انا بسط. انا انا فكت القص. تسعة على خمسة وعشرين. العالة دي بقت في سلب تسعة على مية خمسة وعشرين. بقت مية خمسة وعشرين على ايه? على سلب تسعة. بدي بتاعت سنة خمسة طبعا. طيب. هنا اربعة تلاتة. الكل قس اتنين في تلاتة على اتنين قس كام قس تلاتة اربعة قس اتنين يعني اربعة فاربعة بستاش وتاتة في تلاتة بتسعة في تلاتة قس تلاتة سبعة وعشرين واتنين قس تلاتة يعني اتنين في اتنين في اتنين بكم بتمانية دي احنا نستحل لنا اصلا يعني زي اللي هين بفوق بالزبط ستاشر على التمانية فهل اتنين سبعة وعشرين على التسعة فالتلاتة اتفضل الاتنين في تلاتة بكم بستة وهكزا يا ولاد كل الاركام. يعني كل المسال دي برضو كده. بس تنساش ان العلق دي بتبقى فيه وتشالب. طب تعالي ناخد دي. هنا سالب خمسة على ستة الكل قس اتنين على تلاتة وتلاتة اربعة. هتقول لها مصر ديت فكرة جديدة وانا مخدتهاش. ولا اي شيء برضو. سالب قس اتنين. يعني سالب بطير. ولا كينه موجود. وخمسة قس اتنين. يعني خمسة بخمسة بخمسة وعشرين. ستة بستة بستة وتلاتين. العلق دي بتبقى ايه? فيه. خلي بالك. دي بقى ارفع الكسر فيها. دي ارفع الكسر فيها. وممكن اعمل العلق ده بس الاول عشان نعمل خطوات. ارفع الكسر. نفس المقامين اربعة هنا برضو اربعة. اضرب واجمع. اضرب واجمع. تلاتة فاربعة. باتناشر. وتلاتة بخمستاشر. اكتب رقم ده زي ما هو. خمسة وعشرين على ستة وتلاتين. اللي على دي بتبقى فيه. خمسة وعشرين على الاربعة تبقى اربعة على خمسة على خمستاشر. وابدأ بقى بسط. من مع مين? طبعا هنا خمسة وعشرين هنا الخمستاشر هيبقى هيبقى باسم على الخمسة. خمسة وعشرين على خمسة فقال الخمسة. وخمسة على الخمسة فقال ايه? فالتلاتة. وهنا الاربعة والستة وتلاتين. ستة وتلاتين على الاربعة فالتسعة. يبقى تفضل فيها ولاد خمسة. والتلاتة في تسعة بكام بسبعة وعشرين. تقول لها مصطر انا عايز اعملها على حسبة والله براحتك. براحتك. هنا برضو ارفع الكاس اتنين ونص لكل قس اتنين في اربعة على خمسة وعشرين. ده شرط الكاس تحت اتنين هنا برضو اتنين. اضرب واجمع. اضرب ده واجمع مع اللي فوق. اتنين في اتنين باربعة واحد يبقى خمسة. طبعا ما تنساش لكل قس اتنين في اربعة على خمسة وعشرين. خمسة قس اتنين بخمسة وعشرين. واللي اتنين في اتنين باربعة في اربعة على خمسة وعشرين. طبعا هنا مش هشاغل بولا حاجة عشان هنا فيه. هشاغل في الحالة واحدة بس لما يكون في اه اسمها. على. طبعا دي تروح مع دفع الواحد وده تروح مع دفع الواحد بالناتج كام واحد. طيب. هنا بقول لأول كيم الكلام مياتي مع وضع الناتج في ابسط صورة. نفس الكلام هنا برضو اربعة على خمسة لكل قس اتنين. في خمسة على ستاشر. في اتنين على تلاتة قس الصف. ركز بقى عشان ده بقى شغلها. ده اللي لازم نيجي في الامتحان. المسألة دي لازم تيجي في الامتحان. افيك الكوز ده اربعة قس اتنين يعني اربعة في اربعة بستاشر. وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين. فيه اللقم ده بيتكتب زي ما هو. فيه اتنين على تلاتة قس صفر. كنا قلنا الحصة الاولية في الجابر. ان اي حاجة قس صفر بكام اولاد. اي حاجة قس صفر بواحد. يعني واحد ده مانوش عيو كيمة دل البقية ولكنه موجود. ده تروح مع ده. وخمسة عشان خمسة فعل ايه? فعل خمسة. اه خمسة تكتب فين? جاب رقم الكبر اللي هو هنا. يبقى تفضل ايه فوق? اه في ايه اولاد كتير هو عاملين ايه? اه يبقى تفضل لاندك خمسة. غلط. ليه? ليه اللي الخمسة مكتوبة تحت? يبقى حطوها تحت في كسر. وفوق يبقى تفضل واحد. تمام? خلاص اولاد. يبقى تحت بقى خلاص ايبقى عملها تحت. تلاتة على اربعة دي برضو نفس الكلام هتفك الكوز وتبسط. دي برضو هي نفس الفكرة. تمام? اه مسلا اه تعالي ناخد ديها اتنمرة اربعة. سالب اتنين على تلاتة الكل قس اتنين. في واحد على تلاتة الكل قس تلاتة. على سالب اتنين على تسعة الكل قس اتنين. نفس الكلام هنا برضو اه ارفع الكسر او افك الكوز. السالب اتنين قس زوجي يروح السالب اتنين قس اتنين باربعة تلاتة اثنين بتسعة في واحد اثنة تلاتة بواحد وتلاتة اثنة تلاتة بسبعة وعشرين والعلا دي بتبقى فيه ركز معايا بتبقى فيه وهفك الكوز ده ده بيبقى سالب اثنين اثنين باربعة وتسعة بتسعة بواحد وتمانين هتتشقل بتبقى واحد وتمانين على الايه الاربعة. خلاص اولاد واحد وتمانين على ايه? على الاربعة. يبقى انا ما تنساش اللي على دي بقيت في واحد وتمانين على الاربعة. الاربعة تروح مع الاربعة دي. واحد وتمانين عالتسعة فهتت تسعة. تحط جنب رقم الكبير. واحد وتمانين عالتسعة فهتتسعة وانا سبعة وعشرين وهنا تسعة بيقبال اسمة اه. سبعة وعشرين عالتسعة فهتتلاتة تحط جنب رقم الكبير. بقت التلاتة تحت والواحد فوق. بقى ينادي كمان اولاد. تولت. مستر ايه انا عندي فكرة حلو. ايه? ان انا اعمل اه افكي الاوسس واعمل كل حاجة والعالة تبقى فيه واشاء دبوا كل حاجة ايوة? واعمل النادج كمان على الحزب. ايه رأيك? برضو بالامانة رافض برضو. ما فيش حد يقول ان انا 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 والله ما بعقد. بس انا عارف النفع اللي هيعود عليكم بعد ما اه تستخدموا الطريقة يعني لكم. هتقولي طب ازا كان مصطر بتاع الدرسة ومصطر بتاع مارسة هو اللي بقول لنا استخدوه على الحزب. مانش دعوة بي. انا عايزك تبقى شاطر. انا مش بيني وبينك حاجة. واي انا عايز منك حاجة. كل انا عايزه منك انك تطلع اشتر واحد في الدنيا. والله الحزبا مش هتخلق تبقى اشتر واحد في الدنيا. والكلام يخلص على كده. طيب هنا برضو هيبقى بربعة. اللي بقيت فيه. تلاتة واسة اربعة بواحد وتمانين احفظها يعني تلاتة قصة ربعة من تلاتة في تلاتة تلاتة ممكن تمد على حسبة. اسمح لك بدي. بواحد وتمانين. واتنين قصة ربعة بستاشر. يبقى واحد مائة على ستاشر تبقى ستاشر على واحد وتمانين. في تلاتة قصة تلاتة بسبعة عشرين وخمسة قصة تلاتة بمية خمسة وايه? وعشرين. بسط بقى نبسط. تشوف مين مع مين? ده انا بحس بموت على ما جاء ابسط. تمام? هناخد ستاشر مع الاربعة. يعني نغير اللون كده عشان بس ايه? ستاشر على الاربعة فهل الاربعة. حتى جاب الرقم الكبير. تمام? طيب. وهنا خمسة وعشرين وهنا مية خمسة وعشرين. مية خمسة وعشرين على خمسة وعشرين فهل خمسة. لان قلنا خمسة بخمسة وعشرين مية خمسة وعشرين. طب بدي بتيب الاسم على الكام? على التسعة. فيها الاتنين. ودي على التسعة فيها التلاتة. وهنا اربعة على الاتنين فهل اتنية. خلاص كده. يبقى تفضل اتنين في تلاتة بستة على خمسة. بقت ستة على ايه? خمسة. طيب. آآ ممكن هنا بقول لي ازا كانت سب كزا والصب كزا. فاوجد قيمة سن تربية زائد صاد قس تلاتة. عايز سن تربية زائد صاد قس تلاتة. ده تعويض. السن تربية السن بكم اصلا بسالب اتنين على تلاتة? كل قس اتنين. اهو. زائد الصاد. الصاد بكم? قال لي بسالب تلت. اهو اهو تلاتة وعشان قس تلاتة احطها فكوس واقول سالب. او قس تلاتة. يلا فك بقى. طبعا زائد. سالب قس دوجي يطير. اتنين قس اتنين باربعة. تاتة قس اتنين بتسعة. زائد. السالب انا قس فردي يبقى يجيلي. حبيبي يجيلي. تمام? يجيلي. واحد قس تلاتة بواحد. وتاتة قس تلاتة بسبعة وعشرين. السالب قس فردي يجيلي. ما طيروش. طب هنا سالب وهنا موجة. باللي يكسب مين? السالب. ابقى اعمل هنا امسح كده واعمل سالب. طبعا انت اخدت الموضوع ده في الترمي الاول. ممكن تعمل بتعمل دي بالحسبة. وممكن تعمل بتوحيد المقامات. بس انا عايزة يعني اعمل بالحسبة او او ممكن بتعمل بتوحيد المقامات. يعني كنا بتعودين عشان ما تاخدش حاجة دي ده واطل اخبطك. اضرب دي في دي. السبعة وعشرين في تسعة. تمام? با السبعة وعشرين في تسعة. متين تلاتة وعشرين. واضرب دي في دي اربعة بسبعة وعشرين. ناقص الواحد في تسعة وتعمل على ايه على الحسبة او ممكن الطريقة التانية لو والت مش عايز تستخدم حسبة. اللي هي ايه? احنا كنا طلعنا لكامل. احتمحي ده المقامات اخذ السبعة وعشرين عشان بتبقى الاسم على التسعة. واقسم ده على ده واللي يطلع بقى اهنا عمل فيه ايه? بضربه مع الفور. سبعة وعشرين على التسعة. فالتلاتة وطلاتة فاربعة بكامب اتناشر سالب. سبعة وعشرين على السبع.秀 آآ سبعة وعشرين على السبعة وعشرين والواحد. واحد في واحد بواحد. بتنشر نايز واحد دين احداشر على السبع وعشرين. يبقى الناتج حداشر على السبع وعشرين. ازا كان了 bill pkaza. والبق بكaza اوجد قيمة المكياس او القيمة المطلقة الف وس تلاتة على بق ازا تلاتة. خلي بالك هنا في مكياس. الف وس تلاتة على بق ازا تلاتة. وفي مخياس. اهم اي الالف وس تلاتة اتنين على تلاتة لكل قس تلاتة على البق قس تلاتة اللي هي سالب اربعة على تلاتة لكل قس تلاتة. تعال بق. اتنين قس تلاتة اتنين في اتنين في اتنين بتمانية. تلاتة قس تلاتة بسبعة عشرين. اللي على خليها على الوقتي وهنشغل بالوقتي. سالب اربعة قس تلاتة تبقى بجام سالب اربعة وستين. لان السالب هنا قس فردي يجي لي. تلاتة قس تلاتة بسبعة عشرية. تمانية على سبعه عشرين دي زي ما هي على دي بتوقفيه. وهنا بقى شقلب يبقى سبعه وعشرين على سالب اربعة وستين. ده يروح مع ده. واربعة وستين على تمانية يديني كام تمانية والسلم بتحط جنبها. يبقى تفضل السالب تمانية تحت والواحد ايه? خلي بالك كل ده ما تنساش انه كان محططه في مقياس. يقول له بتساوي سالب واحد على تم يتساوي كام? واحد على تمانية. واحد على ايه? على تمانية. يا ولاد والله العظيم موضوع السعلي جدا بس عايز تمارين وحل كتير. ازا كان السين بخمسة من عشر هتقول ده ما خدنايش خمسة من عشر يعني نص. انتقى بقى تعب الدنيا ليه? قوض قيمة تسعة سين صاد قس اتنين ناقص عين قس تلاتة. بصوا هناجيب ده الواحدة الاول. عشان ما ايه ما تتعبش. او ممكن اجيبها مع دي كبار طول. يعني تسعة سين صاد قس اتنين ناقص العين قس تلاتة. دي طبعا فيه تسعة فيه السين. السين اللي هي بنص فيه. الصاد قس اتنين. صاد قس اتنين يعني سلب اتنين على تلاتة. الكل قس اتنين. ناقص العين. قس تلاتة. سلب تلاتة. يبقى سلب تلاتة قس ايه? تلاتة. ركز او بقى. تسعة دي اصل على واحد. ماشي? هكتبها برضو زي ما هي. ودي زي ما هي? ودي افكة. افكر الاقواس. او افكر القسس. اه سالب قس زوج يطير. اتنين قس اتنين باربعة. وتلاتة قس اتنين بتسعة. ناقص. هنا سالب تلاتة. السالب السالب ده قس فردي بيجيلي. يبقى يجيبه. يبقى معايا سالب. وفيه اصلا في المسألة سالب يبقى موجب. وده ده قس تلاتة بسبعة عشرين. ما تنساش الحتة دي. ما تنساش الحتة دي. لان الحتة دي. هتبوز لك الدنيا. السالب قس تلاتة. يبقى يجيه لي ما يطيروش. يجيه لي ما طيروش. وفيه اصلا في مسألة سالبة سالب والسالب الدنيا موجب. خلاص كده انت فكت الاسس. السبعة عشرين اصل على واحد. يلا بقى بسط بقى. ديت بتتحل مع بعضها. ليه? عشان ازاي دي? بلوك واحد او. التسعة دي تروح مع التسعة دي. والواحد ده يروح مع الواحد ده. اربعة على الاتنين فهل الاتنين. بقى دي اتنين زائد سبعة عشرين يديني كما ولاد تسعة وعشرين. تسعة وايه? وعشرين. هنا بيقول لي ازا كان الالف بكزا والبقى بكزا وجب بكزا اول كمال العددية. ده? وده? وده. تقول لها مستر دي بقى بص بقى? ايه? بص بقى? ايه? بص يا مستر صعبة جدا. بص انا عاز اقول لك على حاجة حلوة. ما تخليش. ما تخليش نفسك تحت رحمة الاسئلة. خلي المساء هي اللي تحت رحمتك. يعني اتقول لي ازاي يعني يا مستر? يعني مسلا مسألة زي دي. انت عارف انها طويلة. وممكن ما تعرفش انها تتحل ازاي? تعالها كده. نكتبها كده بس كده. ممكن تقول لي يا مستر ده مسألة رخمة هو. وتسابها وتدور في مسائل تانية سهلة. علشان ما تحسسش نفسك ان انت فاشل في الرياضة. او ما تحسس نفسك ان انت في مساءل واقف عليك. او تحسس نفسك ان انت شاطر. تمام? لا. اي مسألة تقف عليك? خدها. وحلها. حاول تحل فيها. معرفتش? خلي حد اكبر منك يحلها او حتى المسطر بتاع الدرس او المدرسة. طيب دلوقتي المسألة دي طويلة ولا ما اخدتهاش خالص. فيها ايه لما نجزقها? يعني ايه? يعني هقول لك نعمل ايه? نحل دي الواحدة ونحل دي الواحدة ونحل دي الواحدة. فكل واحدة بسطر. ونجمعهم في الاخر. عامل بالزبط لما انت مسلا تنقل عفش. والبيت اصلا مضيق. عايز انت يعني تنقل الدولاب. والسلة المضيقة. هتعمل ايه? هتفك الدولاب. صح ولا لأ? تفكوا حتة بحتة. السل المضيق برضو. يبقى ايه? يبقى ترفعهم على البلكونة بقى واي حتة. تمام? هي الفكرة كده. فكر. الرياضة تفكير. بيجيب لك مسائل سهلة? اسهل? او مسائل سهلة? وسهلة? بعد فكرة. بعد كده مسائل صعبة شوية. بعد كده اصعب. كل ما ما بتعدي مراحل كل ما بقى انت اشتر. طيب هنجيب دي الواحدة. طيب ايش معنى مصطر? انا جيب دي الواحدة. ما خدش الاتنين دول مع بعض البلوكين. لان الزائد والنقصة ولات زي ما قلني قبل كده. ولسه هنا اخدها في ترتيب العاملات الحسابية. بيعمل عامل حاجة زي السكاكين. يعني بيفصل للحدود وخذناه في الترم الاول. بيفصل للحدود. احلد الواحدة واحلد الواحدة واحلد الواحدة. هي بقى الف. الف اس هتلاتة. بق اس ثانين. خلص? يلا بقى. طلع الالف اس ثلاتة اده الالف سالف واحد او نص اس ثلاتة. الفين يقى اس اتنين. فك يلا كده. اللي يساوي تحت هيساوي. مش تحت كده ولا يقول له ورا ورا بعده. الخطوات. السالف اس فردي ينزلي. الواحد اس ثلاتة بواحد اتنين اس الح Limited بتمانية. في اتنين قسة اتنين باربعة. ودي اصل على واحد. خلق لك فينا سالب. ماشي? طبعا التمانية على الاربعة فالاتنين. يبقى تفضل اتنين وتفضل لسالب واحد. ده الجزء الاولان. طبق تربية جيب. الباق باتنين في الجيم تلاتة على الاربعة. الجيم مش فيها حاجة. اتنين قسة اتنين باربعة. في تلاتة على الاربعة. والاربعة دي اصل على واحد. اشيال الاربعة دي مع الاربعة دي تفضل لايه? تلاتة. ده الجزء التاني. تمانية الف بق جيم. تمانية الف بق جيم. تمانية في الالف. الالف بسالب نص. في البق اللي هي باتنين في الجيم بتلاتة على ايه? على الاربعة. والتنين دي اصل على واحد. والتمانية دي اصل على واحد. يلا بسط بقى. العب بقى. هنشيل مين مع مين? الاتنين مع الاتنين. ركز. والواحد ده يروح مع الواحد ده باستخرب لك فيه سالب. وهنا فيه كمان ايه يا سيدي? التمانية على الاربعة فهل الاتنين. يبقى تفضل الاتنين فيه تلاتة بستة وما تنساش السالب. بقت سالب ستة. يلا جزا جمع بقى. يبقى سالب نص زائد تلاتة ناقص ستس. سالب نص زائد تلاتة ناقص ايه? ستس. ممكن تعمل على الحسبة عشان ايه? ما تتعبش في دماغك. وتطلع الايه? الناتج. خلاص? ممكن ده اصل على واحد وتعمل الايه? توحيد المقامات وتطلع الناتج. خلاص اولاد? ده بالنسبة للجزء التاني بتاع اه الدرب المتكرر. تمام? اه ان شاء الله نتقابل في درس جديد وفجرة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.